وينضم إلينا من مدينة غازي عنتاب الكاتب الصحفي درويش خليفة أهلا بك أستاذ درويش بداية برأيك من المستفيد من إعادة تفعيل الطرق الدولية بين مناطق المعارضة والنظام نساء الخير لك ولمشاهديك الكرام حقيقة المنظومة الأعلامية لدي نظام الأسد يحاولون دائما إيصال فكرة للرأي العام بأن حربهم على الشعب السوري تكللت بالنجاح عبر فتح الطرقات التي كانت مقطعة بحسب السيطرة العسكرية وفتح المعابر الحدودية وهم يظنون بأنهم سيطروا على قطاع جغرافي كبير من سوريا متناسين المناطق المسيطرة عليها من قبل قوات الجيش الحر غرب الفرات وقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات من وجهة نظري الآن بالوقت الحالي لا أحد مستفيد من فتح الطرقات وفتح المعابر وبأن النظام يعني يحاول النظام بشتى الوسائل كما يعني أسلفت أن يعزز عند المواطن المقيم في مناطق سيطرته بأنهم يسيطرون على قطاع كبير من سوريا وبأن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجيا ولكن أستاذ درويش ألن يساعد فتح الطرق والمعابر نظام الأسد في تنشيط حركته التجارية والاقتصادية واستعادة عافيته كما هو يشيع؟ لا أعتقد ذلك يعني كما نعلم سوريا مدمرة تقريبا اقتصاديا لا يوجد هنا تحتية قادرة يعني لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء لا يوجد أدنى يعني مقومات الحياة بالنسبة للمواطن حتى يستطيع أن ينتج وتقوم الدولة بتصغير ما سينتجه يعني الوضع في سوريا وضع مأساوي بكل الأحوال أمنيا عسكريا تجاريا بكل الأحوال سورية الآن مدمرة لن يتم تنشيط الحياة الاقتصادية في سوريا في ظل وجود نظام بشار الأسد إن لم تحصل أي عملية انتقال سياسي في سوريا فلن يعني تعود الحياة الطبيعية إلى المجتمع السوري وإلى سوريا كدولة نعم كنت معنا من مدينة غازي عنتاب الكاتب الصحفي درويش خليفة شكرا جزيلا لك